السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتحدث فيه عن أول تتويج للمنتخب المغربي كأس الأمم الأفريقية عام 1976 في عام 1976 شهدت أرض القارة الإفريقية لحظة تاريخية مهمة في عالم كرة القدم حيث فاز المنتخب المغربي لأول مرة ببطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه كان هذا الانتصار لحظة فخر للمغاربة ولجميع عشاق الرياضة في المملكة وهو حدث مهم يستحق الإلقاء به الضوء عليه بكل تفاصيله حتى قيادة المدرب الفرنسي جوفير بوميل خاض المنتخب المغربي مسيرة مثيرة في البطولة التي أقيمت في إثيوبيا كانت هذه البطولة تضم منتخبات من جميع أنحاء القارة وكان المنافسة قوية ومحتدمة على الرغم من التحديات استطاع المنتخب المغربي أن يسير بثقة نحو النهائيات وصل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب غانا وكان هذا اللقاء هو لقاء تاريخي حيث كان يتعين على الفريقين تقديم أفضل ما لديهما للفوز باللقب جرت المباراة على أرض الملعب في أديس أبابا وسط حضور جماهيري كبير تشجع المنتخبين على تقديم أداء مميز كانت قائمة المنتخب المغربي في بطولة أمم إفريقيا 1976 مكونة من مجموعة من اللاعبين المميزين والموهوبين تألق العديد من اللاعبين خلال هذه البطولة منهم أحمد فارس كان لعب خط وسط بارع وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية من ركلة حرة تألق بقوة خلال البطولة وكان له دور كبير في تحقيق الانتصار أحمد ماجيد كان حارس المرمى الذي قدم أداء مميزا وكان له دور كبير في حفظ شباك المنتخب المغربي خلال المباريات أحمد أحجيج كان مدافعا قويا وعرف بإمكانيته في إيقاف هجمات الخصوم وتعزيز خط دفاع المنتخب أبرهام الخليفي لاعب خط وسط متميز قدم أداء رائع وساهم في تنظيم الهجمات والدفاع عن الفريق انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي واحد إلى واحد بعد الوقت الأصلي مما استدعى إجراء وقت إضافي لتحديد الفائز في الدقائق الإضافية تألق لاعب المنتخب المغربي أحمد فارس ونجح في تسجيل هدف قاتل من ركلة حرة محققا بذلك الهدف الذي طال انتظاره بعد نهاية اللقاء اندلعت احتفالات غفيرة في جميع أنحاء المملكة المغربية احتشدت الجموع في الشوارع ورفعت الأعلام واندلعت الألعاب النارية كما أمتلأت وسائل الإعلام بالعناوين الغامرة التي أبدت فرحة الشعب المغربي بهذا الإنجاز التاريخي تأتي أهمية هذا الانتصار للمنتخب المغربي بمعنى أكبر من مجرد كأس فقد كانت هذه البطولة نقطة تحول في تاريخ كرة القدم المغربية حيث قدمت الثقة والإلهام للأجيال القادمة وأثبتت أن العزيم والعمل الجاد يمكن أن تحقق النجاح في أعظم المحافل بهذا الفوز حقق المنتخب المغربي لقبه الأول في بطولة أمم إفريقيا وأثبت أنه قوة لا يمكن تجاهلها على الساحة الإفريقية والعالمية هذا الإنجاز الباهر لا يزال يشكل مصدر إلهام لجميع منتسب الفريق ولعشاق كرة القدم في المغرب حتى يومنا هذا دور الملك الحسن الثاني لعب الملك الحسن الثاني دورا حاسما في هذا الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي كان الملك متحمسا لدعم الفريق وتشجيعهم على تحقيق الانتصار قام بتقديم الدعم لا محدود للاعبين والجهاز الفني وكان حريصا على توجيه رسائل الدعم والتشجيع لهم بالإضافة إلى ذلك قام الملك الحسن الثاني بتوجيه دعوة لللاعب المنتخب المغربي بعد فوزهم بالبطولة لزيارة المملكة واللقاء بهم شخصيا تم استقبال الفريق بفخر واحتفال كبير في المغرب وهذا الاستقبال كان يعكس التقدير والفخر بالإنجاز الذي تحقق بهذا الشكل كان لدور الملك الحسن الثاني تأثير كبير في تشجيع وتحفيز الفريق المغربي وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل تحقيق النجاح والتتويج بأول بطولة أمم إفريقيا في تاريخ المنتخب المغربي عندما توج المنتخب المغربي بلقب بطولة أمم إفريقيا 1976 انفجرت مشاعر الفرح والفخر في جميع أنحاء المملكة المغربية كان الانتصار لهذه البطولة أكثر من مجرد فوز في مباراة كرة القدم بل كان تأكيدا للتضامن الوطني والإرادة القوية للشعب المغربي الفوز بالبطولة أثار مشاعر الفخر والسعادة العارمة بين الشعب المغربي أحتشدت الجماهير في الشوارع والساحات للتعبير عن فرحتهم واحتفالهم بالفوز توجهت مسيرات ومواكب احتفالية تزينت بالأعلام واللافتات التي تعبيرا عن فرح النصري العواصم والمدن المغربية شهدت تجمعات حاشدة للمواطنين الذين أحتشدوا للاحتفال وتبادل التهاني تبادل الناس التهانية والضحكات والأحاديث عن الفوز والإنجاز التاريخي كانت الأجواء مليئة بالإيجابية والتفاؤل كانت هناك مشاعر عميقة من الفرح والاعتزاز لدى الشعب المغربي برؤية فريقهم يحقق إنجازا يعتبر الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية كان هذا الفوز له تأثير إيجابي على الروح المعنوية للشعب وزاد من وحدتهم وحماسهم لتحقيق المزيد من النجاحات بهذا الشكل كانت مشاعر الفرح والفخر تغمر قلوب وعقول الشعب المغربي بعد فوز المنتخب المغربي ببطولة أمم إفريقيا ألف وتسعمائة وستة وسبعون وظل هذا الإنجاز خالدا في ذاكرتهم وتاريخهم الرياضي شكرا لكم على مشاهدة الفيديو نأمل أن تكونوا استمتعتم به ترقبوا مقاطع فيديو جديدة قريبا إلى اللقاء في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر